السلام بنات نتمنى احوالكم تكون طيبة على خير و مرحبا بكم معي مجديد في قناة سالون و مطبخ ام ايا اليوم غنحضر معكم غراطان ليبات بطريقة جيد سهلة و مبسطة و كذلك بقطع الدجاج و بوحد صلصة البشاميل اللي كتعطيه مدق رائع و هائل من قبل ما بدأو كمال عادة نتمنى تضغط على زر الاشتراك و لايك فضلا منكم و ليس امرا بالنسبة المكونات نحتاجو هنا حبة كبيرة ديال بصل اللي مقطعة قطعة صغيرة ثلاثة ديال حبة ديال المطيشة او طماطم اللي محكوكين عندي 400 جرام ديال صدر ديكرو ملي ممكن تعوده بصدر الدجاج بالنسبة التوابل عندي ملعقة صغيرة مملوقة جيدا ديالكركم ملعقة صغيرة ممسوحة ديالزنجبيل ملعقة ممسوحة ديالتوابل الدجاج ملعقة صغيرة مملوقة جيدا ديالفلفل احمر او تحميره نصف ملعقة صغيرة ديالكمون نصف ملعقة صغيرة دي الفلفل الأسود أو الإبزار عندي كذلك الملح ملعقة صغيرة ثلاثة دي الفصوص دي التوم لمحكوكين الرقيق ملعقة كبيرة دي المركز الطماطم عندي كذلك جوج مع القبار دي المعدنوس القزبور لمقطع الرقيق الزيت النباتية ثم بودرة الزعصر أول حاجة غم بدفت حضر ديالها هي الحشوة كنجيب مقلات اللي كنوضع فيها قليل من الزيت النباتية ثم حبة دي البصل لمقطع الرقيق كما كتلاحظو عن قرب كنقليها شوية ثم كنضيف لها فصوص توم اللي ممكن تعودوهم كذلك بودرة توم كنخلي العناصر كتقلى جيدا ثم مباشرة كنضيف ثلاثة دي الحبات دي المطيشة للحجم ديالهم اللي متوسط ثم كنقلي العناصر مع التحريك المستمر ثم كنضيف كذلك ملعقة كبيرة دي المركز الطماطم اللي كنتعدي أنا في المجمد ثم كنحرك الكل جيدا في هاد الأثناء كنضيف توابل كنضيف الففل الأحمر أو التحميراء كذلك الكوركم بالنسبة لهاد الحشورة كتجي رائعة وكتعطي واحد المدق رائع للقراتا ديالنا ثم مباشرة كنضيف كذلك زنجبيل ملعقة ممسوحة كنضيف كذلك توابل الدجاج إلا كنت متوفرة استعملوا أحسن لأنك تعطي مدق رائع للحشوة ديال مباشرة في هاد الأثناء كنضيف 400 جرام ديال صدر الديكرومي اللي مقطع قطع صغيرة اللي ممكن تعودوه كذلك بصدر الدجاج كنحرك العناصر جيدا حتى كنتمازج ديك الصلصة مع قطاع صدر الديكرومي ثم كنخلي الكل كتقلى جيدا كما كتلاحظو هنا من بعد ما تشرب ليا المرق ديال الصلصة في هاد الأثناء كنضيف ربع كأس ديال الماء بالنسبة لربع كأس كما كتلاحظو هنا كنضيفه فقط غير في الجانب هنا ثم كنخلي الصلصة حتى كتطيب جيدا ولكن بلي كتطيب لنا كنخلي فيها قليل فقط من المرق ما كنخليوش فيها كتير بزاف ثم كنخليها حتى كتطيب من بعد ما قربت توجد ليا كنضيف لها جوج مع الكبار ديال القزبور و المعدنوس لمقطعها رقيق كذلك بودرة الزاسر اللي كتعطيها مداق رائع ثم كنقلي العناصر ثلاثة ديال دقيق ثم كنطفع لهم النار وكنخلي الصلصة أو الحشوة جانبا مباشرة كنجيب هنا لبات بالنسبة لبات أي نوعية عندكم أنا فضلت نستعمل هاد النوعية من قبل من حضرها كنجيب واحدة نجرة اللي وضعت فيها كمية من الماء وضفت لها قليل من زيت نباتية و الملح وكنخليها حتى كتغلى جيدا ثم كنضيف لها لبات مع المراقبة والتحريك وكنخليهم حتى كيتسلقون منخليهم شي يتسلقون لنا بزاف حتى كي يطيبو ويتغير الشكل ديالهم مباشرة كنصفيهم وكنخليهم جانبا في هاد الأثناء من قبل من حضر القراطة كنحضر السلصة البشاميل كنجيب كاسرون كنضع فيها منعقة كبيرة ديالزبدة من بعد ما كنضوبها كنضيف لها كدلك منعقة كبيرة ديالدقيق الأبيض كنحرك العناصر جيدا حسنا كندخل الزبدة مع الدقيق ثم كنضيف الحليب بالنسبة للحليب اللي غنوضع أنا هنا كمية ديال النصف لطرة كنضيفها تدريجيا مع التحريك كما كتلاحظو هنا الصلصة ما كتوضعش لنا تكتولت أو حبيبات فقط غير تبعو طريقة باش حضرتها وغتنجح معاكم هاد الصلصة البشاميل من بعد ما ضفت الحليب كامل في هاد الأثناء كنضيف قليل من الملح والفلفل الأسود ثم كنحرك الكل جيدا من بعد ما كتغلالي يا الصلصة بهات الشكل هادا كنتفعلها النار وكنتخليها جانبا مباشرة في هاد الأثناء كنجيب المول اللي غنحضر فيه القراطة اللي كنوضع فيه قليل من الزبدة اللي دهنتوا بها ثم كنوضع نصف مقدار ديال الليبات بالنسبة للليبات أنا هنا 500 قرام بالضبط وبالنسبة الكمية ديال الليبات كنوضع الكمية الأولى ديال الليبات ثم كنوضع فوق منهم النصف مقدار ديال الصلصة كما كنتلاحظو هنا ديال صدر الدكروميل اللي كيجي واحد مدقة رائع ديالها ثم مباشرة كنضيف فقط قليل من صلصة البشاميل كنوضع جيدا فوق الصلصة ثم كنضيف قليل من الفروماج من بعد كنجيب ما تبقى الكمية الثانية ديال الليبات ثم كنوضعها كذلك من فوق مباشرة كذلك كنجيب الصلصة أو الحشوة ثم كنوضعها من فوق كذلك بالنسبة الكمية ديال الحشوة وضعت في الوسط أكثر من فوق ثم مباشرة كنوضع كذلك صلصة البشاميل من فوق كمية ديال الصلصة البشاميل من فوق وضعتها أكثر من كمية اللي وضعت في الوسط ثم كنضيف كذلك فروماج موزاريلا اللي كنوضعه جيدا فوق القراطة حتى كنكمل كمية اللي عندي ثم مباشرة كندخل الفرن اللي شعله على درجة حرارة 200 من فوق واسفل في نفس الوقت مدة 20 دقيقة من بعد ما خرجتو من الفرن الشكل ديالو كما كتلاحظو روك يجي هاد القرطاء رائع والسلسة ديال صدر الديكرومي اللي ممكن تعودو بصدر الدجاج اللي كتجي لديدة وكتجي رائعة هنقطعو معاكم هنا هنا رباقي سخون كما خرجتو من الفرن هنوريكم شكل قطعة كما كتلاحظو طبقات ديالي بات كذلك صدر الديكرومي السلسة ديال بيشاميل اللي وضعنا من الفوق هنقرب لكم اكثر القطعة السلسة ديال بيشاميل مع الفروماج اللي كتعطيه واحد المداق واحد تعليق اللي رائعة والديدة كذلك السلسة اللي حضرنا بصدر الديكرومي اللي كتجي لديدة واكثر من رائعة حضرتو معاكم بطريقة سهلة ومبسطة كنتمنى هاد القرطاء تجربوه وترضو عليه التعليقات وشكرا لكم مع السلامة الى فيديو اخر باذن الله